فيهم متقاعدين لكن كلهم شباب الأول حط علم والأخير حط علم يحطون علم ليه؟ ومسوين مسير كل يوم يخصنا بملكة العربية السعودية وهذا فخر لأنا عزة بايكري ولكل قايدين درجة نارية نحتفل بالأيام اللي تخص يعني اليوم أنا متأكد من جميع الأفريقية السعودية في الرياء وفي شارك السعودية الصبح اليوم شايفهم عندهم مسيرة المسيرة هذي تبدأ في الوقات الباردة والوقات اللي ما فيها زحمة هذه من ناحية الاحتفال بالأيام وطنية أما من ناحية بايكري ترى فيهم الدكاتل وفيهم البطار دقيقي وشي؟ البايكري 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 هو قايد الدراجة البايكري هو القايد نعم البايكري المجموعة المجموعة ما أذكر مني أني معرفت العالم البايكري في المملكة العربية السعودية خاص إلا كل مناسبة وطنية مشاركين بيها كل مشاركة وطنية هذه أول شيء أقل شئيح نحن ممكن نقدمها الوطن والبايكري الصح هو اللي يمارس هوايته وحبه للوطن في أوقات لا فيها يزعاج ويمارسها بشكل صحيح يا سلام، ما هي الأوقات اللي مفيها الزعاج؟ اللي مفيها الزعاج طال عمرك هو الشي يتجنب أوقات الزعمة يتجنب الأماكن اللي وجودة فيها قد يثير الزعاج الآخرين يعني مثلا أنا بايكري بس ما أحب أني أكون داخل الديرة وما تعدني من جنب المستشفيات؟ لا، جنب المستشفيات لا، جنب المدارس لا لما أمر من جنب سيارات واقفة عند الإشارة أحاول أني أطفي الدباب إذا كمزعج إذا ما سكت خط أنت تضم بغواعد مرور طبعا أنا هذه هواية أنا أحبها لكن لازم يفهم من جزء الآخر المجتمع أن الهواية هذه أنا أمارسها حباً لها وليس يزعج لها يا سلام ولا ولكن أناني أفضل مصلحتي الشخصية دباب وأنا عارف أن الصوت يشوشكم وأزعج الناس سواء مدارس، مستشفيات، مكاتب عمل وكذا طيب كم سنة تقول أربع سنوات؟ أربع سنوات وخمس سنوات كيف تحت فيها؟ والله في يوم من أيام كنت في أمريكا أدرس في أحد الولايات وكنت أمشي في الشارع العصر العصر أطل القرجيلي فشفت أبواب كثيراً فتعة أبواب البيوت أنا أظر كل بيت فيه هواية أما سفينة أما دباب أما سيكل أما سكوتر أما كورة وسألت نفسي ووقفت قدام باب كذا ونظرت قلت أنا خاطرين لوني بحتوي واحدة من هذه ومن بحتوي له فهو شي شدني الدراجة من هذه أنت عرفت سوق دباب من قبل؟ وسافرت أغرب الدول العربية وأغرب الدول الخليجية وأكثر من أولئة الأمريكية ما شاء الله طلعت الأشرار والله الحمد هذا ترى من فضل الله نذكوره بخير إن شاء الله هذه فضلنا الله سبحانه وتعالى ثم من قيادة الرشيدة ترى في المتحدة ترفع الراتب ترى يهتم مبتعه كم سنة؟ عشر سنوات ما شاء الله يو ولد يو ولد علمت طيبة لسانه كأنه شبل هوية لسانه وشخصيته واموره ما شاء الله تبارك الله ومارس هويته و هويته ما تغيرت ما شاء الله يتبارك الله ما تغير ما شاء الله عليك يعني توقعتك ما كتسافرت لها في 11 17 سنوات ريض الله وجهك ريض الله وجهك هذا العمق الهوية الموجود في داخله وموجود في عياننا وحيننا فرحاننا هويه تلوى التنغالي يا إخواني ما شاء الله وكل مناسبة في أمريكا الملحقيات الثقافية في جميع الدول العالم المناسبة اليوم للمتأكد أن جميع الملحقيات الثقافية حول المملكة العربية والعالم السعودية خلق كلهم محتفين اليوم وسامة موجودة عندنا صورة إيلتون زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي